موسيقى لسه كنت بتكلم مع الأعزاء هنا طبعا الزملاء عن الرضا وان احنا نبقى راضين كنت في يعني أسبوع عمل في الأردن الشقيق والحقيقة هناك يعني أولا بعيدا عن التقصي ربنا يعينهم يعني التقصي صعب برد حقيقي الجبال التلج يعني عندهم فترة صعبة جدا يتمنى أنها تعدي بسلام وأمن وأمان عليهم بإذن الله لكن أنا توقفت عند أهلنا المصريين اللي موجودين العمالة المصرية اللي موجودة في الأردن كلما تدخل مكان محلات مطاعم كافيهات أي مكان فتلاقي ريحة بلدك موجودة أولا من المزيكة اللي موجودة تلاقي على طول الودن تشدت وتلاقي الأغاني المصرية موجودة في كل مكان فتسأل أنتوا تسمعوا مصري فتلاقي اللي بيشتغلوا في المكان مصريين واللطيف طبعا أنه هتلاقي مثلا محافظة الشرقية بقى كل المطعم محافظة الشرقية محافظة سهاج كل المطعم محافظة سهاج اللي عجبني أنه أصحاب المحلات هناك بيسيبوا الفرصة بيشتغلوا يقولوا أنت منين طب عايز تجيب أقرانك أو أهلك أو أصدقائك أحسن فلما سألت واحد من الإخوة الأردنيين قال لي إحنا بنفضل كده هو يجيبوا يبقوا مجموعة يشتغلوا يبقوا مسؤولين الألطف من كده كمان لما سألت أهلنا بقى المصريين أخبركوا إيه وعملين إيه فقعدوا يقولوا لي أخبار البلد إيه قولنا بلدنا أخبارها إيه طب وأخبار الشرع إيه طب يعني المصري حقيقي حتى لو بره بلده دايما أخبار بلده هي اللي تهمه الأردنيين يقولوا لي إيه يقولوا لي أنه المصريين اللي موجودين عندنا أحلى حاجة فيهم أنه بيشتغل بيتعب ودايما بيقولوا المصري دايما شايل بلده في قلبه وعارف أنه راجع راجع في أجازة راجع على طول لازم يرجع هو ده المصري متمسك بأرضه وبلده أيا كان مهما راح مهما اشتغل مهما تعب لازم يرجع لبلده وده اللي عايز أبدأ به النهاردة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بيحب دايما يطمئن المصريين وفي أي وقت بيتم أي افتتاحات أو أي مشروعات يحب يقدم رسائل طمئنة للمصريين بشكل عام علشان يطمئنوا منه انتم معرفين أن العهد اللي قطع السيد الرئيس على نفسه منذ البداية لما قال لما تعوزوا تعرفوا أخبار تأكدوا من كل الأخبار مني أنا شخصيا وده اللي حاصل في هذه المرحلة طمئنة السيد الرئيس دايما متواصلة مع المصريين دايما مؤكدة ما يحدث في الشأن المصري السياسي والاقتصادي علشان المواطنين يشعروا بأمان طيب تعالوا نشوف الخبر بيقول إيه شهد السيد الرئيس اليوم افتتاح المرحلة التانية من مجمع الصناعات الغذائية سايلو فودس وانتوا عارفين أن احنا شهدنا افتتاح المرحلة الأولى وسايلو فودس طبعا موجود في مدينة السادات في محافظة المنوفية وده كان على هامش الافتتاح حصل إيه؟ طمئن زي ما قلت لحضراتكم رئيس عبد الفتاح السيسي جميع المصريين بماذا؟ توفر السلع قال السيد الرئيس اطمئن الجميع بأن السلع موجودة وما فيش فيها مشكلة والأزمة اللي مرت علينا خلال أربع شهور ان شاء الله ما تجيش تاني ورئيس عارف إزاي استعمل الجمل والجمل توصل إزاي لكل المصريين تعالوا كده نستمع لجزء من كلمة السيد الرئيس ونعود ونكمل معكم التاسع تفضلوا الحاجة موجودة وإحنا شفافين جدا معاكم وصدقين جدا معاكم وبنقول لكم كل حال لما بيقول موسم الأمح وموسم الرز وموسم البنجر والأصب ده معناه أن حتى لو انت شاف النهاردة أربعة ونص شهر للأمح ده معناه أن الانتاج القادم هيخليك يعني ده بيسلم ده وإحنا محافظين على الست شهور رغم من ده بيكلفنا أعباء مليا أنا عايز أقول لكم كلمة ست شهور معناها أن أنا بقى أحبس أو أحجز فلوس لمدة ست شهور صح كده يعني بيشتري وحطوهم في المخازن مش كده يا دكتور ده اللي احنا بنعمله ده تكلفة كبيرة جدا في الظل اللي احنا بنشوفه في العالم كله لكن لا بأس احنا مستمرين على موقفنا رغم ظروف الاقتصادية الصعبة اللي بتعبيننا شدت كمان زي ما سمعته سيد رئيس في كلمته قائلا لازم كمان احنا نبقى واخدين بالنا طول الوقت كمواطنين التالي لو لقينا مثلا محل غالي أو المنتجات اللي موجودة احنا حاسين ان هي غالية على تمانها فقال ما تشتريهاش وكده نبقى احنا قدمنا درس ليه وده حيكون بالتوازي مع الجهد الكبير اللي طبعا بتقوم به الرقابة في التموين ووزارة الداخلية واعتقد ده دورنا احنا يعني دورنا احنا كمواطنين هتلاقي دايما في محلات معتدلة عارفة الاسعار ايه وفي ناس عندها جشع جشع بقى في الاسعار وكده الدولة طبعا بتقوم بدورها لكن كمان احنا كمواطنين عندنا دور كمان عندنا يعني كمان من ضمن الاشياء كمان انه في مناطق طبعا يعني لوجستية في الموانئ الرئيسية والهيئة الاقتصادية لقناة السويس ودي ايضا من الاشياء اللي بتعمل وبتدخل يمكن مورد طبعا لمصر وطبعا ده علشان المستثمرين كمان يبقوا موجودين طول الوقت ويتم تهيئة الاجواء ليهم بشكل عشان يعملوا في شكل امن ومختلف خليني اقول لكم بقى يعني دي من الاشياء يمكن كلمات السيد الرئيس والطمقنة بتبقى مهمة كثيرا لانه لما انت تعرف الحديث كله من المصدر الرئيسي وتعرف المعلومات لازم يحصل عندك نوع من انواع الطمقنة فاكرين كده سيد درويش العظيم حبيب المصريين لما قال شد الحزام على وسطك غيره ما يفيدك لابد يوم عن يوم ربك ويعدلها سيدك وده اكيد هيحصل مش احنا بس لوحدين اللي عندنا ازمات الازمات زي ما انتم شايفينها بقت في العالم كله ازمات كمان فيها ابتلاءات ازمات فيها كوارث فربنا يسلمنا جميعا ونعديها مش هنعديها لوحدنا والدولة مش هتعديها لوحدها كلنا هنعديها مع بعض تعالوا نروح لرقم كده برضو حصلت في مصر على الرقم القياسي العالمي في اكبر عدد وجبات مدرسية يعني ايه الوجبات المدرسية وده رقم من يعني موسوعة جنس بيقولوا ان الوجبات المدرسية تم توزيعها خلال عام واللي تحقق بفضل تعاون الجهات المسؤولة في الدولة عن منظومة التغذية المدرسية على رقصها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لقوات المسلحة ممثلا في المدينة الصناعية سايلو فودز ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الصراع السحة والسكان وممثلة في المعهد القومي للتغذية طبعا ده شيء مهم يعني التغذية في المدارس مهمة وانه الطفل اللي بيروح ده يأكل الوجبة بشكل صحي يعني اللي تفيده واللي تديله صحة وتديله مناعة وتديله كمان ينمو بشكل صحي خلينا كده يعني نكمل الخبر كان لواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية قوات المسلحة أعلن انتاج وتوزيع ستمائة مليون وجبة مدرسية من شركة سايلو فودز خلال العام الدراسي الماضي وهي الفترة اللي حصلت سايلو فودز فيها على جائزة موسوعة جينس طبعا زي ما قلت في البداية لحضراتكم خليني كده أروح مزيد من التفاصيل والمعلومات لدى دكتورة جيهان فؤاد عميد المعهد القومي للتغذية دكتورة جيهان مساء الخير يا فندم مساء النور يا فندم أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بحضرتك الخبر ده اللي بنتكلم عليه ستمائة مليون وجبة يعني تم تقدمها للتلاميذ كوجبة مدرسية كلمينا إيه اللي خلى يعني هذا الرقم يدخل موسوعة جينس هو إحنا بنتبل تغذية المدرسية ده مشروع مصر من أول دول اللي كانت بتقدم الوجبة المدرسية يمكن من سنة 1951 وعلى مدار الوقت كان فيه تحسين في الخدمات اللي بتتقدم بحيث أنها بتغطي أوقات كتيرة كانت الأول مش بتغطي غدمية يوم في اليوم الدراسي وبعدين بعد كده حصل فيها تحسينات كتير لكن طبعا عارف حضرتك الولاد ما بقاش فيه إقبال على الشكل القديم للوجبة المدرسية حكاية الفطيرة والكلام ده زي ما حدفكم تبتسمعي لأن الولاد شايفين دلوقتي حاجات منتجات باسكوتات وعصير ولبن عليه طرولة عليه شوكولت فكل حاجات دي براتبة الأطفال إقبالهم على الوجبة المدرسية كان قلي جدا إحنا طبعا في خاطرة سايلو طبعا يعني إحنا سايلو دخل أربع سنين عبال ما بقى موجود لأن ذا كانت توجه من زمان إحنا عايزين نغير شكل الوجبة المدرسية السنة اللي فاتت كانت المرحلة الأولى من ابتتاع سايلو وكان مركز فيها إنتاج الوجبة المدرسية المعهد قامل التغذية تابع لها العامة المعهد المستشفات العالمية المعهد الوحيد الموجود في مصر والعالم العربي يمكن وشمال أفريقيا تخصصه فيما يخص وضع المواصفات للتغذية بالإضافة لمشاركته في الأبحاث والخدمات اللي بتقدم في العيدات وخدمات تانية كتير يعني الوجبة المدرسية إحنا بنحط المواصفة المواصفة دي يعني إيه أنا مفروض بالوجبة المدرسية يكون عاملة إزاي المحتوى الغذائي القائم على المرجعيات العالمية تابعاً من سن الصفر حضرتك إحنا عندنا 13 مليون ونصف تميز من 6 إلى 12 سنة اللي هو التدريب التعليمي الإنذاني ده بالنسبة لوجبات الجفة دي اللي قامت بها سايلو فيه أنواع أخرى من الوجبات اللي هي الوجبات المطرية وخلاف ودي موجودة في بعض المدارس في المحافظات أو المدارسات المدارس الفنية أو التميز وخلاف نتكلم عن الواجب اللي هي 600 مليون اللي توزع اتحطت البرجعية المواصفة بتاعتها المواصفات التركيب المواصفات التخزين والناس متصورة أنه دايما أنت عارفة أنه دايما فيه تاعات فيه أنظر بخدمة بتقدميها للأسف الشديد يعني متصورة بسكوت عادي طبعاً هو ده مش بسكوت عادي هو بسكوت فيه مادة البريماكس دي مادة فيها 13 عنصر من البيتامينات والأملاح المعدنية المواصفات التخزين طبعاً أنتو بتقدموا حاجات خاصة علشان نمو الأطفال حضرتك قلت يعني الفترة اللي هما الأطفال اللي هما من سن 6 لسن 13 سنة يعني ده سن مهم جداً علشان ينمو بشكل صحي يعني بالزبط كده إحنا طبعاً زينا زي بلاد كتيرة عندنا مشاهد فيه قصر القامة والأنيميا والسنة وفيه ده حسن في بعض المعدلات طبعاً لكن في بعض المعدلات بديت زي حتى السنة وعشان كده إحنا وإحنا بنختار أنواع اللي بنستعملها كنا مركزين ده أنا مش معنا أن أنا بدي للطفل الوجبة هي تأثر بالسلب عليه لازم تكون التأثير إيجابي الوجبة المدرسية لها كريتيريا مفروض تكون تلاتية من احتياجات الغذائية للطفل إحنا كمان عندنا الوجبة المدرسية دي لها بعد اجتماع أنه هو الحضور للمدرسة في بعض الطبقات الوجبة دي جاذبة أن الطفل يروح المدرسة طبعاً وهو متطم أنه ورايح المدرسة حياكل ويتعلم والأهل كمان متطمانين أنه أنا مش لازم أنا أقدم له الوجبة هو عنده الوجبة موجودة بتقدم من المدرسة والساعات الولاد مش بيكتروا يعني فيه ترينت عاصل الولاد كتير ده بيأصل على التحقيق البراطي عشان كده حتى احنا بنقدم الوجبة في بعض الأماكن بقى علشان إيه ما يفوتش بينه إرشادتين الأوليين غير أنه يكل مع أصحابه مع زميله حضرتك وانت متكلميني دكتورة جيهاني يعني على الشاشة أنا شايفة كمان التعبئة والتحضير والنظافة والالتزام والصحة الحقيقة يعني واضح جدا أن كل شيء بيقدم بشكل علمي في حالة بتتلمس عارفة كل المشاكل اللي كنا بنقابلها كمان لأنه زي تعليمات سيادت ريز على أنه كمان مش الإنتاج التوصيل سلاسل الإنتاج والإنداد والمخازر يعني هي دي كانت بالضمن المشاكل اللي كنا بنقابلان عارفة حالتك فيه محافظات وفيه حدث بعيدة وحيدة متطرفة فعشان تقدني حاجة بنفس مستوى الخدمة في جميع الأماكن بنفس الشكل بصراحة ده كان تشالنج كبير جدا أو تحدي كبير جدا قدرت بصراحة سايلو أكيد مفيش عمل بينجح إلا عمل فريق بصراحة فيه تعاون تاني بيننا وبين سايلو وسلامة الغذاء للوجبة تطلع بالمستوى ده وتوصل للناس فيه تحليل ومتابعة لكل التشغيلات بتعامل عندنا في المعهد التحليل من العينات فيه مراعاة للطلبات الناس يعني فيه بعض الأماكن تقولك لا إحنا مش عايزين باب فيه ناس تقولك طبعا عايزة عصير يعني فيه طبعا عايزة فاكرة يعني على حسب يعني مش هي حاجة على حسب آه بالزبط بالزبط كده في التركيب لكن متغيرة على التفضلات الغذائية طبعا في بعض الأماكن والمحافظات أكيد أنا بشكر حضرتك جدا دكتورة جيهان فؤاد عميد المعهد القومي للتغذية وطبعا زي ما حضرتكم شفته ده مهم جدا النهاردة سيد الرئيس يمكن تفقت في جولة الحقيقة طويلة وكان فيه عرض أيضا من السادة الوزراء ومن الأجهزة الموجودة وشفنا أدئي الاهتمام بالتغذية وأدئي أيضا الاهتمام بكل ما يتم إنتاجه وصناعته داخل هذه المدينة سايلو فودز هنكمل معاكم فقراتنا وهنكمل معاكم أيضا معلومات كتير وفقراتنا توقف عندها أرجوكوا عودوا إلينا بعد فاصل قصير تفضل تعالوا كده نروح إلى السق الرياضي إحنا عارفين أنه بالأمس طبعا الأهلي كان بيلعب أمام ريال مدريد ورغم الخسارة في نصف نهائي كاس العامل للأندية إلا أن أداء الأهلي كان جيد ويتسم كمان بأنه يعني كان في ندية حتى الدقائق الأخيرة من المباراة والصحف الأسبانية يمكن أشادت بعد انتهاء المباراة واليوم التالي أشادت بأداء الأهلي ومنها صحيفة ماركا وغيرها اللي كتبت وقالت أن الفريق الملكي اللي هو ريال مدريد فيه فترات كتير خلال الماتش كان ممكن يعني يستقبل أكتر من هدف لأنه يعني فيه أكتر من هدف الحقيقة ما قدرش الأهلي أو يعني ما حصلش أنه هو سدد فيهم أهداف أما صحيفة أسأل أسبانية قالت أنه الأهلي لا يستحق الخسارة بهذه النتيجة وكان له طبعا كان ند قوي لريال مدريد وطبعا مدرب ريال مدريد كمان قال أنه الأهلي كان أخطر فيه أوقات كثيرة جدا في الماتش على ريال مدريد من المقرر أنه الأهلي يواجه فريق فلامينجو البرازيلي لتحديد طبعا المركزين الثالث والرابع وحيسعى الأهلي للحصول على الميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه أما ريال مدريد حيواجه الهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية فيبدو أن احنا برضو هنكون دايما في تشجيع عربي بإذن الله وإن شاء الله ربنا يوفق الأهلي ويوفق الهلال السعودي النقد رياضي عمر البنوبي مساء الخير يا عمر مزيد من التفاصيل تفضل ستفضل ستفضل على المساعدة المشاهدين الحقيقة مبارح سعالي وريانا أبريد حصارة أربعة 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 جميع والأهلي 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 حيات الله هو أنا هستأذنك يا عمر أنا مش سمعك كويس أوي الصوت بيقطع لو تقف بس في مكانك كده علشان ناخد الصوت مزبوط فضل يعني أعتقد أنه معظم نعيب الكويس مبارح مبارح كان في علاجة جدا أنا مش معبرة عن سير المبارات بشكل لكن طبعا خلاص تفكير بقى في مبارات سلمانجو والأهلي أستاذ الرباط العاصمة ورجع على مدينة تنجد وبيستعد لمواجهة سلمانجو إن شاء الله يوم الساد تمام هم أعلنوا كمان دلوقتي أعتقد يعني نقضنا الرياضي عمر أنه حكم الماتش بتاع فلمانجو البرازيلي والأهلي مصطفى غربال الجزائري بالضبط الفيفا أعلنت شوية تقريبا أهلي من عشر أنه المباراة هيترها مصطفى غربال والحيان مصطفى غربال كمان كان مرشح للمباراة اللي هاية كان مرشح كمان مدينة للمباراة ريال مضيق بعد الأهلي السعودي لكن الاختيار ذا سمي تم عليه لمباراة الأهلي والسلمانجو بس أنت عارف إحنا برضو يعني الحكم ده يعني كان هو اللي موجود في مدشة سنغال وانت عارف إحنا يعني قدقيت ظلمنا في المدش ده لا يعني برضو أقول آه ده أقول أن ذكرياته مع الكرة المصرية جيدة لحد ما يعني تحديدا مع النادي الأهلي يعني مباراة الفاينال في الدوري عطال أفراقيا في 2020 برد السوبر الأفريقي برضو قدام الرجاع المغريدي الحياة برضو من مصطفى غربال من الحكام الكويسين في أفراقيا أكيد طبعا أكيد يعني بس أنت عارف بقى المصريين يعني ما بمضتش ده كان مهم جدا ومحدش بينساه فبيبقى دايما عندهم نوع من نوع القلق يعني طب كلمني على الروح 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 فريق الأهلي بعد انتهاء المباراة ماريال مدريد يعني روحه عاملت ازاي يعني كان نفسهم يحققوا نتيجة أكيد أفضل وهم لعبوا يعني لعب جيد في الملعب الروح عاملت ازاي قبل لقاءهم مع فلمينجو يعني بالتأكيد الأهلي أغلق صفحة جدا في المدريد تماما طب كل في مباراة فلمينجو فيها روح معنا وهي عالية برضو بجدام فألو بجدام فألو الأهلي فيها المباراة أكيد أكيد يعني أنا بشكرك جدا علشان أنا كمان حاسة أنه في مشكلة عدم وضوح الصوت بشكل كبير لكن يعني على الأقل إحنا توقفنا عند عدد كده من الأخبار الخاصة إن شاء الله بالأهلي نتمنى له التوفيق هيلعب على المركز الثالث أو الرابع مع فلمينجو البرازيلي ونتمنى إنه يحقق إن شاء الله المركز كده التالت وياخد الميدالية البرونزية إنه قد رياضي عمر البنوبي بشكرك شكرا جزيلا مقولة كده بتقول كده كنت لسه بقراها بتقولك إيه؟ بتقولك ابتسم فلن يتغير الكون بحزنك يعني إذا كانت الناس عندها مشاكل ومتضيقة وزعلانة وطول الوقت عملة تشتكي طيب ما كل ده لن يتغير الكون لن يتغير أبدا بالحزن أو بالضيء يتغير بالابتسامة وبالرضى واللي هي بتيجي من العمل خلينا ناخد المقولة دي أحيانا بنبقى محتاجين شوية حاجات كده تشد الهمة معنا هنكمل معكم الفاصل بعد قليل نزال معي عدد من الفقرات في انتظار حضرتكم بعد قليل الحقيقة التغير المناخي غريب جدا يعني يمكن إحنا في واصل شهر يناير كنا متوقعين أن يكون فيه شتاء بارد لكن الحقيقة كانت الشمس والشتاء اللطيف اللي هو الشتاء القديم عارفين الشتاء القديم اللي كنا بنكلم عليه دافق شتاءا ده كان موجود في شهر يناير لكن كل سنة وانتوا طيبين دخلنا موزم أمشير لسه بقول للزملاء أمشير ده جيب سرعة جدا أمشير ده احنا عارفينه بقى بتاع الزعبيب والعواصف والتراب والهوى وطول الأسبوع اللي فات احنا شفنا الجو كان عامل ازاي كلنا الناس كلها يعني اللي بيشتغل وبيرجع البيت بسرعة والناس قاعدة من الساعة وانت قاعد في بيتك بتتدفع شوية بطاطا شوية شي سخت ارفع حاجات كده لكن فيه ناس بقى طبيعة شغلها مختلفة حياتها لازم يبقى موجود برة بيشتغل في أماكن صعبة بيتعرض بقى لكل الزعبيب اللي احنا بنتكلم عليها والأتربة والعواصف طب دول يعملوا ايه ونعمل ايه وازاي اقدر انا اساعد الناس بالذات المواطنين كبار السن والاطفال اللي بيروحوا المدارس والناس اللي هي بتقضي حياتها وبتشتغل وبتنزل كل يوم ازاي اقدر اساعدهم علشان الجو اللي جاي ده يقدروا يعني يعدي بسلام وخير خليني كده مزيد من التفاصيل دكتور وجدي امين المدير العام للإدارة العامة للأمراض الصدرية خلينا نعرف مزيد من التفاصيل وشوية نصايح نقدر نساعد بهم الناس مساء الخير يا دكتور مساء النور السيدة شفكي ومساء الخير على كل السادة المفادي مساء الخير على حضرتك يعني دخلنا في أمشير وتوقع بقى بالزعبيب والعواصف والأتربة وصغر السن والأزمات والناس ازاي اقدر اساعد الناس وطبعا الفصل الشتاء المجميلي طبعا بيتقلب من شهر لشهر لكن احنا خلاص ابتدينا دراتي شهر أمشير وبيصحبه طبعا بعد الرياح وكل شفاية طبعا بيكون فيه إثارة الأتربة ده طبعا ممكن يأثر على كثير من المرضى خاصة من المرضى للأغلاد المزمنة لو قلنا مثلا حساسية الجيوب الأنسية لو قلنا حساسية الصدر لو قلنا مرض زي مرض الصد الرعوية كل دول طبعا بيتأثروا بالتقلبات الجوية اللي كانت طبعا انتشار الفيروسات اللي موجودة طبعا طبعا شائع من الفيروس الإنفلونزا وده طبعا بيكون فيه أنواع كثيرة منه وبيكون كل سنة يمكن فيه فيروس شائع عن الآخر في كل فصل من الفصول إيجانا برضو مش عايزين نقول إن جائحة كورونا انتهت لأن برضو جميع متحورات موجودة حتى الآن طيب الناس تعمل إيه بقى؟ تعمل إيه يا دكتور الناس؟ يعني إيه النصايح اللي ممكن أنا أقدمها للناس في الفصل الجاي ده فيه طلبة فيه مدارس فيه ناس بتشتغل فيه عمال بيروحوا أماكن بيعملوا شغلهم اللي بيبنوا اللي بيزرعوا اللي بيبقوا موجودين في الأوتوبيسات يعني يتصرفوا إزاي؟ إزاي نأمنهم؟ خلينا نقول طبعا إن الوقاية أفضل من العلاق علشان الناس ما تتعرضش للأزمات وتفاقم الأمراض اللي زي كده تمام طبعا اللي بيضطر للنزول وطبعا كلنا بيضطر للنزول أحبنا حاجة في الموضوع هو أخذ الإجراءات الاحتياطية أو الاحترازية اللي احنا بنقول عليها الالتزام بارتزاء الكمامة وده طبعا أفضل شيء ما بيعرضش الجوب الأنفية والفم سواء للأتربة أو للفيروسات عدم التواجد في أماكن بالتجمعات والإزدحام ده بيكون كويس ولو يعني تعذر الموضوع ويضطرنا للتواجد فارتداء الكمامة بيكون أمر لازم والكمامة على الأقل هتشيل الهواء ما يدخلش للأماكن التنفسية أو التراب فتساعده شوية بالضبط إلى جانب طبعا الأشياء الأخرى زي غسيل الأيدي عدم التلامس مع الأعين والفم والأنف وخاصة ممكن اليدين بيكونوا يتلامسوا مع أحد الأسطح اللي ممكن تكون ملوثة سواء بأتربة سواء بأي أنواع من أنواع الفيروسات فالغسيل المتكرر الأيدي من ضمن الحاجات الكويسة جدا الالتزام طبعا بأن الواحد لما بيرجع البيت بيخسل إيدي كويس بيخسل ويشه بيستنشق كويس لعدم موجود أي أعتربة ممكن تكون موجودة في الأنف وموجودة في العين فدي طبعا بتحمي من الحساسية والأعتربة دي بتكون طبعا من ضمن المهيجات للشعب الهوائية أو لحساسية الجيوب الأنفية بالنسبة لكبار السن والأطفال زي ما حضرتك قلت والحوامل والناس اللي عندها أمراض مزمنة طبعا بننصح بتلقى اللقاحات اللازمة لقاح كورونا دلوقتي متوفر لقاح الإنفلونزا متوفر كل اللقاحات اللي ممكن تقيمة من الإصابة بالأمراض أو بمضاعفتها فدي من الحاجات الواجب تناولها كاجراء وقائي الناس طبعا اللي ممكن تظهر عليهم أي أعراض من أعراض الأمراض اللي احنا قلنا عليها المبادرة بالكشف المبكر عند الطبيب المتخصص ليه طبعا اتشاف الإصابة المبكرة والعلاج تبقى لبروتكولات العلاج المتوفرة سواء للأمراض المزمنة الناس اللي عندها أمراض مزمنة زي حصية الصدر زي الصد الرعوية بنقول الالتزام بالعلاج الموصوف اللي هو بيمشي عليه لمدة طويلة علشان طبعا يحمي نفسه من التعرض لمثل هذه الأزانات لجنب طبعا المرضى اللي ممكن يكونوا ماشيين على أدوية مزمنة زي مرضى الضغط مرضى السكر أي أنواع من الأمراض المزمنة بيكون بيتابع مع الطبيب بتاعه بيتأكد أن الأمراض اللي عنده أمراض متحكم فيها عن طريق الأدوية طبعا وأكيد ما يعرضش نفسه يعني لو اليوم مليان زعبيب وتراب وكده قد ما يقدر يعمل شغله ويرجع البيت على طول ما يتعرضش الفترة طويلة للهوى ده أو الكمامة كمان ممكن تقي شوية من الوقت أكيد هذا الضبط ده اللي احنا دايما بننصح به وحتى جوة البيوت نفسها بنقول إن دايما الشبديك والبيبان والحاجات دي لو اضطرنا إننا نقفلها فإحنا ممكن نغطي الشباك أو شيش بخماش مبلل بحيث إنه ما يمنعش إن الأماكن تبقى مغلاقة مية في المية لكن الحاجات دي بتساعد على دخول الهوى نعم يا زي ما بنقول عند المصريني يشرع الشيش شوية يعني أو يحاول يعني ما يفتحوش قد ما يقدر أو لو عنده سلك يبقى السلك كفاية يعني شوية علشان يقدر برضو يعني ما يبقاش في البيت فيه أتربة كتير قد ما يقدره نتمنى إنه إن شاء الله وقت ويعدي بشكرك جدا دكتور وجدي أمين المدير العام للإدارة العامة للأمراض الصدرية زي ما حضراتكم عارفين الوقت بيجري بسرعة يعني وإحنا منتكلم على أمشير الوقت بيجري بسرعة وكله بيجري بسرعة مزيد من التفاصيل الفاصل اللي جاي حيكون معايا الكتب الصحفي ناجي أمحة وحنتكلم الحقيقة عن الجولة وزيارة السيد الرئيس اليوم للجولة الثانية الموجودة للإصطناعات في سايلو فودز اللي كانت موجودة ونعرف مزيد من المعلومات والتحليلات خصوصا إنه السيد الرئيس الحقيقة اتكلم فيه أشياء كثيرة جدا تعالوا كده نتكلم فيها ونعرف مزيد من الأراء والتحليل عن هذه الجولة فاصل قصير نعود ونستكمل معكم باقي فقرات التاسعة أرجوكم أكوان اشتركوا في القناة 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 والأفكار كمان يعني خلت ايه ما بقاش فيه بقت بهتة أكتر ما بقاش فيه العلاقات الإنسانية الحقيقية الحميمة جي مكانها بقى علاقات لها إقاع مختلف وأحيانا الناس بتبقى حتى عصبية لأنه أنا لا سمعك ولا شايفك ولا حاسس بيك فممكن يبقى فيه اختلافات تفاصيل كتيرة جدا خلت الكاتب الصحفي محمد عبد الرحمن إنه يلقط فكرة ويكتب الكتاب بتاعه بالاسم ده اللي قلته لحضراتكم قبل الفاصل مدينة المليار رأي مليار رأي يمكن العنوان بليغ علشان القراء كتيرة جدا دوشة وهيسة هو بيحلل بشكل عميق تفاصيل حياتنا في عالم ما بعد السوشيال ميديا إيه اللي حصل لنا وإيه اللي بيحصل الصورة اللي شفتوها ديه صورة الغلاف للكتاب اللي كان موجود في معرض الكتاب وده يمكن الكتاب بعد كتابه الأولاني الكتاب صفر اسمحولي أرحب بكاتب الصحفي محمد عبد الرحمن رئيس تحرير موقع أعلام دوت كوم والموقع ده تحديدا على فكرة من المواقع المهنية المحترمة والدقيقة مساء الخير منعورني المليار رأي ده جمعتهم إزاي؟ بوسيا أستاذ شافكي هو أولا بس تعديل بسيط هو كتاب التالت لأن الكتاب التاني كان اسمه فلسفة البلوك وكان بتكلم برضو عن مبارس سوشيال ميديا عن إزاي الناس عن تواخد السوشيال ميديا وكل اللي بتعمله فيه هو الصحافة فرضت علينا أن إحنا يعني وجودنا في العالم الصحفي الصحافة طولوقات بتخليها نرأي بالشارع وبنلاقي بتوجهات الناس لكن كمان إحنا كلنا بشر عاديين أو في مهن الصحافة ابتلعنا من السوشيال ميديا يعني السوشيال ميديا ده كانت غيرت كل حاجة أكيد إحنا كنا صحفيين ما كناش نتوقع أن إحنا وإحنا لسه بنكتب الخبر نلاقي الناس بتتداولوا وبدون تحقق وإن إحنا بقدرنا نفي الإشعاعات مش بس نشر الأخبار الصحيحة من كتر اللي بيحصل في السوشيال ميديا فأنا حاولت في الكتاب ده أن أنا أعمق البحث اللي أنا عملته بأنه الموضوع بس مش مرتبط بأنه الناس مش عارفة تتعامل إزاي مع السوشيال ميديا وحاجات كتيرة بقت من غارة في حياتنا لا هي في مجموعة من زي ما أنا وصفتها الأمراض الرقمية تشوهات نفسية واجتماعية كانت يعني موجودة في المجتمع بس السوشيال ميديا زودها خلى الناس من كتر ما هي زي ما حالك قلت في المقدمة كده عندهم سهولة في التعامل مع الآلة مع يعني الموبايل والوصول لبعض خلى الناس يعني تصرف في القيام بسولوكيات تنم على أمراض حقيقية إحنا لازم نعالج نفسنا منها يعني اللي بيقول إن مصاب الإدمان الرقمي الإدمان الرقمي باختصار هو إنك بتقعد لفترات طويلة على السوشيال ميديا أنا بقى بجاوب في السؤال ده في الكتاب ده ليه الناس بتقعد لفترة طويلة على السوشيال ميديا وليه لما بيدخلوا بيعملوا مسارات غير إيجابية زي بقى يدينوا عن مثالك ده يعني هما في حوالي 15 عنوان في الكتاب منهم مثلا أول حاجة بدأت بها فاصل اسمه الاكتزاء إنه بنتعود على اكتزاء المعلومة بنتعود على اكتزاء الرأي لو أنا برفض يعني شخص معين عشان عمل تصريح مش عاجبني أو عمل موقف مش عاجبني يمكن أنت بدأت بحاجة دينية لا تقربوا صلاة وأنتم سكرة علشان ده حصل فيه كلام كتير ده كميسيال هو كل فاصل بيبدأ بمقولة دينية أو مقولة فلسفية وبيبقى فيه أمثلة يعني مستوحى من حياتنا على السوشيال ميديا يعني هذا الفاصل مسلا بتكلم فيه على الجملة الشهيرة بتاعت أتدرينا ما هو الوطن يا صفية على عدف الصياق اللي يخليك كل ما تبقى متضايق أو محبط تستخدم الجملة دي تستخدم الجملة هذا الفاصل كان أصلا مشروع كتابي يعني أننا الناس تكتزئ مقولات كثيرة ونحن مش عارفين نجيب محفوظ دي قالها إمتى ولا ديستوفيسكي قالنا إمتى ما دي ثقافة الألسنة يعني اللي هو أنا خدت منك جملة بقت عندي بس ملهاش عمق أيوة بروا يعني أنا لا عارفها ولا فاهمها هي ملهاش عمق وبستخدمها في جر جمعة ده كان بيحصل زمان بس الناس كانوا بتقولوا البعض على القهوة يقولوا البعض في مكان الشغل فكان المعلومة بتتنقل لو هي غلط تتنقل أولايل جدا دلوقتي ممكن واحد يروح واخد جملة مقططعة من رواية وتعمل شير كتير جدا وبعدين الناس تتبدلها وتستخدمها في جر موضع وكلهم مش عارفين وكلهم مش عارفين أصلا كان واحد قرى رواية عائد الأحيفة اللي يابت فيها الجملة دي فبعد كده دخلت على فصل الفراغ وعرفت الفرق بينه وبين وقت الفراغ وأنه الناس وقت الفراغ كان زمان نحن كنا نرجع من الشغل نقعد ساعتين تلاتة على القهوة نقعد قدام التلفزيون عارفين معادل مسلسل بعيدين بالنام بنصح الشغل تاني ده كان وقت الفراغ في الجمعة اليوم العائلة دلوقتي الناس قاعدة وسط الشغل وقاعدة في المواصلات وقاعدة في كل مكان فتح السوشيال ميديا بتبحث عن شيء هي مش عارفة فراغ نفسي وفراغ مهني انصراف أنا بسميها أنه احنا كلنا بقنا منصرفين يعني بقى فيه يعني انصراف أو بحث عن عالم احنا مش عارفينه هل هو بيسلينا ولا هو بيلبي رغبات ولا بيزيد لعباطنا ولا بنشوف مثلا غيرنا حصل عنده مشكلة فحس ان أنا كده مبسوط انه عنده مشكلة أو غيرنا عايش حياة كويسة فأنا ليه مش عايز الحياة دي طول الوقت بحث عن الأخبار طبعا العلماء في الخارج عملوا كذا حاجة من الموضوع دي يعني فيه نو موبايل فوبيا يعني ده بيقول ان انت لو الموبايل نفسه وفيه الفومو طبعا الفومو طبعا فير اوف بيسنج قوي ان انت طول الوقت بتطلع خلينا نقول الناس الفومو ده اللي هو حضرتك انت مش قادر كل شوية عايز تشوف مين بعت لك مين عمل لايك مين الكذا يعني كل ده احنا عملين عندنا ده فيه برضه من زي مرض بس سلوك كده لو انت بتحس ان الموبايل اتهز هو ما تهزش يعني انت طول الوقت عندك احساس ان فيه اهتزاز وهمي يعني يعني متلازمة الاهتزاز الوهمي للموبايل كل الحاجات دي كل واحد بقى هو داخل واحد عقليته بتخليه عنده اهتزاء واحد عنده مشكلة تفراغ فيه مثلا مشكلة التبخر ازاي ده مرض رقمي انا بتكلم عنه ازاي السوشيال ميديا خليتنا مش مركزين من كوتر نتوفيكيشنز المعلومات بتروح مننا بنكتب البقاء لله مبروك آلف سلامة البقاء لله وآخر اليوم مش فاكرين احنا عزنا مين او بريكنا المين ده عمره عمرك لما تكتب العشرين واحد البقاء لله انت بتحس ان انت عزيت عشرين واحد لكن ده يوازي لما كنا بننزل ونروح نعزي اه طبعا يعني يمكن مخرجي صحة بيقولي حاجة احيانا انت بتقول البقاء لله مرتين على نفس البوست انت مش فاكر الناس مش فاكرة ان انا عزيتك او حد تقبله حد يقولك متشكر جدا انت عزيتني وانت مش فاكر اصلا انك عزيتني للأسف الشديد انا مرة تعرضت الموقف ان انا بس يعني اتلحقت يعني ان انا كتبت الحد بدل بقاء لله لألف سلامة لان انا كان البوست اللي قبله حد تعباني هو طبيعي كمان التصميم او الخرزميات طبعا بتتحكم فينا بشكل تصميم العمودي ده بيخلي العين طلع ونزل لما بتركز وبعدين ساعاتي طلع لكبست بتلات تيام احنا جيني الخوارزم ييجي ازبوتها اه الخوارزم الاساسي ييجي ازبوتها طب انا هسألك سؤال بصراحة يا محمد بأنك صحفي ايضا واحنا بنتكلم هنا في الاعلام ومع كتابك المليار هل احنا كمان احنا بقاء كاعلام يعني خلينا نقول كده هل احنا كمان كاعلام غلبتنا السوشال ميديا خلينا نتكلم بشكل حقيقي هل غلبتنا احيانا لانه احيانا احنا كنا غلبين السوشال ميديا زمان احنا كنا بنعمل موضوعاتنا وبنبزل مجهودنا هل احنا غلبتنا في كثير من الاحيان هتلاقي ناس كتير من زملاء من ناس هي موضوعاتهم كلها السوشال ميديا هو للأسف احنا استسلمنا بسهولة لان ما كناش مستعدين لها. والإنها كمان سهلت وعملت حاجات. إحنا مش مستوعبينها. أكيد حالك بتسمع كل شوية عن يوتيوبر وإنفلوينسر وتيكتوكر. وأسماء غريبة جدا. بقوا فرضين نفسهم. والجمهور بقى بيتابعهم. يعني وإحنا حتى لو بناتناولهم صحفيا. الجمهور بقى ممكن يخش يهاجمنا بسببهم. يقولنا انتوليب تتكلموا على دخلهم. ليه عايزينهم يدفعوا ضرائب. معين ده حق الدولة. فالحالة بقت يعني كبيرة. وفي حالة حالة بحيات السيولة. فهي بصراحة عملت ده. وإحنا محتاجين بقى يعني حتى في مناهج الكليات نعلم الصحفيين بقى اللي لسه طلعين إزاي يفصلوا حياتهم. ما يبقاش هو أنت آه صحفي وتستخدم السوشال ميديا. بس ما تستسلمش للتسهيل اللي هي عملته يعني. أيوة. إنت لازم تكون أنت كمان عندك بحثك. قائد رأي. ومجهودك يعني علشان هو ينقل عنك بدل من أنت بتنقل عنه طول الوقت. يعني معظم الناس دول بيطلعوا موضة وينتهوا. اللي هم التكتوكرز واليوتيوبرز والجمود بيكتشفهم. إحنا كصحفيين لازم نحافظ على القواعد بتاعتنا. القواعد المهنة. المصدر لي وإمنا. وأسئلتنا الإعلامية يعني لماذا وأين و يعني الأسئلة دي اللي بتحطك على الطريق. ومعظم الدراسات وقت الكورونا أكدت أن الناس رجعت تتابع الصحافة. لأنها دي كانت المصدر اللي لازم يرجع له. إذن إحنا دورنا ما انتهاش. إحنا دورنا قائم. بس يمكن تراجعنا شوية لصالح هؤلاء. ومحتاجين مرة تانية نعرف إزاي نستقدم. أو الدور يتغير بتغير الأدوات. الأدوات تغيرت. فإحنا نستخدمها جوى دورنا. والله يا الله ينوع عايك. كنت إستخدم إزاي نوصل الخبر بس بالطريقة الجنينة. بالضبط. طيب. حرج عن المليار رأي. يعني مليار رأي ده. إحنا كمان عايشين في مليار رأي. أنت بتلاقي بوست معين عليه مليار من الأراضي. ناس مختلفة. وفيه كمان ثقافة القطيع. يعني طلع محمد عبد الرحمن الموضوع. فبقى كل برضه بيقوله قالك كذا كذا هو. مش عارف الموضوع أصلا. اتكلمني برضه أكتر عن الكتاب. هو فيه تعبير يعني صديقي النشر أحمد سلام. اللي هو تابع معي الكتاب. حطه على الولاف. كان جميل جدا. اللي هو شهوة وجهة النظر. احنا زمان كان الكاتب. خلينا يا جماعة نستأذنكم نشوف تاني صورة للكتاب. شهوة وجهة النظر. مكتوبة على الكتاب عن الأمراض الرقمية وشهوة وجهة النظر. كيف يعني وصلنا. وهنا استأذنك بس في الغلاف. انت كنت حريص أنه الناس بتستخدم السوشال ميديا والقراء. ده الساز أحمد فرج مصمم الغلاف. يعني عدنا كتير نتكلم لحد ما وصل طبعا. انه كلنا شبه بعض. بس كلنا منهم بصص في الموبايلو. ومحدش بصص في اتجاه الآخر. يعني كان موفق الحمد لله الاسم والغلاف. انه احنا زمان كان الكاتب هو اللي بيقول الرأي. والناس تخش تقرأه خلاص. يعني تقرأه كل واحد بيان حاز. لا هو خلاص انا كل واحد عايزوا الرأيه. وهو يعني يعني زي ما تقال كلمة ما خفيفه. واللي هيقولك اللي ما قالتش رأيه يعني هيتشور عليه. الناس بقى بتقول رأيها غير المبني على علم ومعلومات. زي ما اتفاقنا ممكن يبقى متأثر بالاجتزاء. انا مثلا عندي فاصل اسمه الانتحال بيتكلم عن. اللي خلى الناس تنقل من بعض البسطات وتنقل من بعض المقولات. هو عايز يبقى ليدر في وهو ما عندوش قدرة على انتاج ده. حتى تتبع كلمة منقول. ازاي بدأت. صح. اللي خلى اول واحد ياخد بسط من حد وجد تحت كلمة منقول. وبعدين شوف وصلنا اللي بقى فيه ناس بتنتحل شخصيات الاخرين. يعني يروح يقرأ من كتب ويروح يكتب بسطات كأنه هو اللي مواصل للحاجة دي. ومحادي شعر يدور وراه. ففكرة ان الناس كلها بتقول رأيها ده شيء. لازم يعني اي حد يسمعها دوقتي لازم ياخد موقف انه ممكن تقول رأيك في الكورة. لكن مش لازم تقول رأيك في حاجة علمية. هل هو خوف. ممكن لحاجة سياسية. احيانا الناس بتبقى عايزة تقول رأيها عشان انت ما تقولش عليه انه ساكت. او انه تقول هاتف ازاكي. اوهموا الناس ان عندهم سلطة. واننا مؤثر. وكلسة كنت بقى احد الاعلامين الاصدقائي. فبيقول لي انه ساعات حد بيقبل بيقول له. انا مبسوط ان شفتك. اقعد تزعم بالتعليل. انا كتبتلك قبل كده لان انا هاجمتك. يعني. طب ما انت اما بتشوفه في الشارع بتبقى مبسوط بي. لكن ايه ده طب ما هو انا خلاص. هو انا شايفه هيرد علي. عشان كده بننصح دايما المشاهير ان هما يستخدموا مديرين صفحات ويقللوا التفاعل مع الكراء. لانه بعض الناس اصلا بتدخل مخصوص عشان تحس انها موجودة. هو اداك احساس ان هو موجود. عشان كده الفنانين بيتعرضوا لحملات اعلى في اليد الوقتي. لانه بقى الناس ممكن يقول. بتفرجوا عليهم في التلفزيون. بتفرجوا عليهم كل حاجة. بس عنده عايز يقول رأيه لي دلوقتي على السوشيال ميديا. فبننصح ان محدش يتفاعل لان ده بيوهم الناس ان هم عندهم قدرة ان هم يتكلموا. احنا مش في انتخابات عشان تقول رأيك وتختار مين ومش مين. فللأسف الشديد ما بقاش فيه كنترول. بس في البعض بيشوفها انها ود ولطافة. لما ما يكونش فيها يعني هجوم ويكونش فيها الفاظ جرحة وما يكونش فيها تدمير. يعني بيحصل تدمير معناه والناس كتير جدا. هنا الشخص ده بيحس بايه. يعني ده سؤال. يعني انت لما بتدخل لمدة ساعتين. وتكتب تعليقات موسيقى على كذا موضوع. هل انت هل عندك مشكلة ما? عشان كده سميته امراض رقمية. ان انت عندك مشكلة في شجلك. عندك مشكلة في بيتك. فبتعوض على ده. انك لقيت ناس بتكسب بسبب انهم بيوتيوبرز وبيطبخوا او كده. فتروح رايح. اولا في ناس بينحظوا ليهم بس عشان يبقوا ضد الاعلام بتاعنا احنا. اقول لك لا. اشمعنا المزعين بس هم اللي بيخضوا اجور عالي او اي حاجة او المبسل. ايو. اجعلوا حنشوف اللي دول بيحس ان هو شبهه. هو ليه حضرتك الفيديوهات بتاعت الطبخ دي نجحت. الناس كأنها حاسة قعدة بيوت بعض. ودي حاجة غريبة جدا. هي رغبة البني ادم انه يحس انه بيشوف حاجة. احنا هنا عندنا ديكورنا وعندنا اصولنا في الصحافة. عارفين نكتب الخبر ازاي ونعرف ازاي. فجأة واحد بيقوله تعالى ادخل بيتي وشوفني ولا باكل وهتحدى نفسي ولا باكل. فلاقوا اني دي حاجة جديدة. هيزهقوا منها لاحقا. بس هيروحوا الفين. هنا لازم الاعلام يبقى مستعد. انه يدي محتوى يخلي ناس تتابعوا. صحيح. بأصول الاعلام. ولكن زي ما حالك قلت بالادوات الجديدة. وصول حتى الاعلام الى سوشيال ميديا. يبقى عندك برامج خلاص عندك منصات. عندك برامج بتطلع سوشيال ميديا. وده موجود بشكل كبير. انت بتنزل على كل سوشيال ميديا. بس بالمحتوى الاعلامي. تاعك يعني. فاعتقد ده كمان دوره مهم. ويستعمل بقى الطرق نفسها يعني. ما يبقىش فيها. عشان كده الملفة ما تقفلش. والموضوع دايما فيه دايرة متصلة. وكتاب كمان في اخر فصل ليه اسمه الاعتدال الرقمي. يعني وده مستوحى من كتاب امريكي اسمه التقليل الرقمي. تعرف امتى تدخل وعلى انا منصات ولازم تعالج نفسها من الاستجدام المفرط للهاتف الزاكي. ويبقى عارف هو محتاج ايه من المنصات دي. احنا مش بنصحى الصبح عشان ندخل على الفيسبوك يا جماعة. احنا الفيسبوك او التويتر انا بدخل عليه عشان اتأكد من خبر عشان اتطمن على اصدقاء. علشان لو عارف مضمون اخباري. على سفر كل اللي احنا بنقوله ده محتاج حاجتين. نسبة تعليم. بالتأكيد. عالية ووعية. وطبعا والقوانين طبعا اللي هيا بتحاول انتنظم ده بشكل اكبر يعني. ومسؤولية النغبة ان هما يحاول يحطوا محتويات تجذب الانتباه. وما يشاركوش فيه التريندات. انا صحيت انا نمت انا كلت انا شربت. شوف الوردة شوف الكتاب شوف القلم شوف النغزة شوف القصة. وبعدين يزعلوا من ان الجمهور بيستفزوهم والجمهور برد عليهم بطريقة مش لطيفة. لا لازم النغبة تقود الناس على السوشيال ميديا ان هما يرجعوا تاني يقروا ويتفرغوا على اعمال. يعني لما بيحصل بسا الكتاب بين اي اتنين مشاهرة على السوشيال ميديا ما طبيعي تراشف او كده. طبيعي ان الناس تأخد فكرة سيئة. والناس بتدخل في الخناقة. يعني دي بتبقى فرصة بتفكرني زي اتنين كانوا في الشارع وده فريق بيمسك وده فريق بس بقى وده موجود في الكتاب انه كان اللي بيتفرغوا وخمسين وعشرين ونقول يلا جماعة والخناقة تخرص يلا جماعة كل واحد يروح شوف مصلحته. صح؟ ده مليار. احنا هنا الناس ما بتشوفش مصلحتها. الناس قاعدة متكملة ونوصل للمليار رأي زي ما هل كنت. هل تتخيل بكتابك المليار رأي على بالكم سنة يزيد المليار ولا يقل؟ هو اصلا كلمة المليار جاية من انه برضو احد الكتب الاجنبية قال احنا كأننا الشبكة الانترنت خلى مليار واحد يتكلم كله مع بعض. بس هما دلوقتي العدد اكبر. يعني عدد اللي بيستكدمه فيسبوك شهريا حوالي اثنين مليار. ايوه. هل تتصور انه يزيد الاختلافات ولا تقل؟ انا اللي انا تتصوره انه كل شوية فيه ناس لازم يجي لحالة من النطج وتتوقف. وان الاجال بقى الجديدة تدخل على نطج يعني حاليا مش متفاعل. بس ان شاء الله ده دور بقى الاهل يتابعوا. اللي يخد بالك حركة الولاد بقى يدخلوا على منصات احنا بشايفينها كبير. طبعا. استابشات وتكتوك بالنسبة لنا احنا كناس كبيرة. طبعا. طبعا. ما زي فيسبوك. خليني اقول دي بقى مصانع السوشال ميديا. عموما تبقى الكلمة هي الكلمة ويبقى الاحترام والرأي والرأي الاخر لازم حيفض الموجود في العالم القادم اصلا. بس نصنعه ازاي ونقدمه ازاي. هي دي. بحييك على الكتاب. واتمنى ان هو كان مفيد في معرض الكتاب وان الناس تقرأ. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا. الصحفي محمد عبد الرحمن رئيس تحرير موقع الامدوتكم. بشكرك. شكرا. منالك التوفيق وزي ما قلت لحضراتكم منذ البداية النهاردة في التاسع نبقى حرسين ان احنا نتكلم في حاجات كتير ممكن تجمعنا سواء. هنفضل نقول الاراء والرأي الاخر. كل حاجة ممكن تعدي المقولة اللي انا بحبها ابتسب. فلم ولن يغير حزنك ابدا العالم. اللي يغير العالم انك تبقى ثابت واثق راضي وقانع دوري انتهى في التاسع. ألقاكم الخميس مقبل بإذن الله غدا يتجدد نقاء بالتاسع أشكركم وإلى دقاء.